السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض كورس اللي هو اللي تعليم آآ لاطفال حبائبنا ازاي نوع برمجة. دي لوحة باستخلص كالحكومة البارطانية عملتها ووزعتها على الطلبة. على ساتن هما يتعلموا فكرة البرمجة. فهذه الوقت هنشوف ان احنا مسلا نعمل مشروع وليكن مسلا آآ راندم عشوائي. هنعمل مشروع كده عشوائي آآ يديني رقم عشوائي يكتب لنا على البوردة رقم عشوائي. طيب هيحصل امتى لما يبدأ? ولا ممكن ان احنا نعمل له حاجة خاصة به. يعني قول له اعمل مسلا لما انتشيك. لم حد يهز البوردة او البوردة تهز انتشيك. طيب انتشيك بقى مفروض ان هو يبدأ يكتب. هقول له شو نمبر. ممكن نقول له شو ايكون. تمام? بس خلينا نقول له مسلا شو سترينج او شو نمبر. زي ما انت عايز. تمام? طيب. وبعد كده عايزين نقول له وعايزين نرقم كده عشوائي. اهو. ممكن مسلا. حاجة زي دوت. هنقول له احنا عايزين بك راندم من هنا. من زيرو لعشرة زي ما احنا عايزين. طيب هقول له اوكي. تمام? واجه هنا. واقول له تشيك. جاب اتنين. طيب مرة كمان جاب ست. مرة كمان جاب زيرو. كل ما ادوس سيجيب لك رقم عشوائي. عشرة شايف العشرة في جيز زي? على اساس المساحة مش مسمح. طيب. فدي قود بسيط خالص. قلنا له اعمل لنا شو راندم من زيرو لعشرة. ممكن نقول له على حاجة تانية مسلا. زي مسلا بدل ايه? بدل هنا. ممكن نقول له احنا عايزين نشوف مثلا بالشكل دوت. وتبدأ انت تختار الشكل بتاعها. فبعد ما يجيب لك رقم من زيرو عشرة يبدأ يجيب لك الشكل دوت. نشغل. ايه اهي. تشيك. بعد ان نجيب الواحد هيجيب لك الاربعانات دول. فالبرنامج بسيط جدا وسهل جدا ان شاء الله.